وَوْقُ الْأَفْنَادِ فِي تَيْسِيرِ غَرِيبِ الْقُرْآنِ الجزء السابع عشر الحزب الأول سورة الأنبياء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون محدث حديث التنزيل يجدد الذكرى لهم قوله تعالى وأسر النجوى الذين ظلموا الآية وأسر النجوى بالغوا في إخفاء ما يتناجون به قوله تعالى بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر الآية أضغاث أحلام أخلاط منامات لا حقيقة لها قوله تعالى وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين جسدا أجسادا خارجة عن طباع البشر قوله تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون فيه ذكركم فيه عزكم وشرفكم إن اتعظتم به قوله تعالى وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة الآية وكم قصمنا كثيرا أهلكنا وكم هنا خبرية قوله تعالى فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يرقضون أحسوا رأوا بأسنا عذابنا يرقضون يسرعون هاربين من العذاب قوله تعالى لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه الآية أترفتم نعمتم فيه فبطرتم واستكبرتم قوله تعالى قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين يا ويلنا يا هلاكنا قوله تعالى فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين حصيدا كالزرع المحصود خامدين ميتين قوله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون نقذف بالحق نرمي به ونبينه فنرد به الباطل فيدمغه يمحقه ويدحضه زاهق ذاهب مضمحل الويل العذاب قوله تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ولا يستحسرون لا يملون قوله تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون لا يفترون لا يضعفون ولا يسأمون قوله تعالى أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون هم ينشرون هم يحيون الموتى كلا قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون إلا الله لفسدتا غير الله لاختل نظامهما وخربتا لحصول التنازع فلما لم يحدث هذا فإن الله عز وجل هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد لا رب غيره ولا إله سواه فسبحان الله تنزه وتقدس رب العرش عما يصفون أي عما يصفون الله عز وجل بما لا يليق به تبارك وتعالى قوله تعالى هذا ذكر من معي وذكر من قبل الآية ذكر من معي القرآن وذكر من قبل الكتب السابقة قوله تعالى أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَاجْعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ رَتْقًا مُلْتَصِقَتَيْنَ وهذا ما أثبته العلم القديم من أن السماوات والأرض كانت في يوم ما لا يعلمه إلا الله شيئا واحدا متصلا ففتقناهما ففصلناهما بقدرتنا وهو ما يسمى ويطلق عليه بالانفجار العظيم الذي لا يعلم وقته والذي لا يعلم كم كان عظيما إلا الله سبحانه وتعالى وكان ذلك في زمن مضى لا نعلمه لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى وفي الآية من الإعجاز العلمي ما يدعونا إلى تأملها وتدبرها وبيان ذلك لغير المسلمين علهم أن يسلموا وقوله تعالى وَاجْعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ فيه أهمية الماء وأهمية المحافظة عليه وأنه سبب في الحياة وفيها أيضا من الإعجاز العلمي الكثير ما يدعونا إلى تأملها وتدبرها قوله تعالى وَاجْعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَا أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَاجْعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ رَوَاسِي جِبَالًا تُثَبِّتُهَا أَنْ تَمِيدْ لِأَلَّا تَضْطَرِبْ فِجَاجًا سُبُلًا طُرُقًا وَاسِعَةً مَسْلُكًا قوله تعالى وَاجْعَلْنَا السَّمَاءَ سَقَفًا مَحْفُوظًا الآية سقفًا محفوظًا لا تسقط ولا تخترقها الشياطين قوله تعالى كل في فلك يسبحون في مدار يجري فيه لا يحيد عنه قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرُجَعُونَ الآية وَنَبْلُوكُمْ نَخْتَبِرُكُمْ مَعْ عِلْمِنَا بِحَالِكُمْ قوله تعالى وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزْوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ الآية يذكر آلهتكم يعيبها قوله تعالى خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ الآية من عجل لكثرة استعجاله في أحواله كأنه خُلِق من عجل قوله تعالى لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِنَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّار الآية لا يكفون لا يدفعون قوله تعالى بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبَهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ بَغْتَةً فَجَأَةً فَتَبَهَتُهُمْ فَتُحَيِّرُهُمْ يُنْظَرُونَ يُمْهَلُونَ قوله تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون فحاقا فحل وأحاطا قوله تعالى قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن يكلأكم يحفظكم ويحرسكم قوله تعالى وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ يُجَارُونَ وَيُمْنَعُونَ قوله تعالى أَفَلَا يَرَوْنَا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا الآية نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا يَنْقُصُ اللَّهُ الْأَرْضَ مِنْ جَوَانِبِهَا بِمَا يُنْزِلُهُ مِنْ عَذَابِهِ وهزيمة بالكفار في كل ناحية قوله تعالى قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحِّي الآية أُنْذِرُكُمْ أُخَوِّفُكُمْ قوله تعالى وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ نَفْحَةٌ مصيبٌ يسير قوله تعالى وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطِ القِسْطِ أي ذوات العدل فالموازين هي القسط وهي العدل فلا ظلما مع هذه الموازين إذ هي موازين رب العباد تبارك وتعالى وقوله تعالى وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا مِثْقَالَ حَبَّةٍ العادل ومعنى العادل أي ما يساوي وما يعدل وما يزن أوزن ذرة والخردل هو نبات له حبوب صغيرة جدا يضرب به المثل في الصغر قوله تعالى وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضْيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الفرقان التوراة الفارقة بين الحق والباطل رشده هداه قوله تعالى إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون التماثيل الأصنام التي صنعتموها عاكفون مقيمون على عبادتها ملازمون لها قوله تعالى قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنْ الآية فَطَرَهُنْ خَلَقَهُنْ قوله تعالى وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين لأكيدن لأمقرن وأكسرن مدبرين ذاهبين قوله تعالى فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ جُذَاذًا قِطَعًا صَغِيرًا قوله تعالى قالوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ بِمَرْأً مِّنَ النَّاسِ قوله تعالى ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَأُولَاءِ يَنْطِقُونَ نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ رَجَعُوا إِلَى عِنَادِهِمْ قوله تعالى أُفِّلَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أُفِّلَّكُمْ قُبَحًا لَكُمْ قوله تعالى وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ الأرض التي باركنا فيها أرض الشام قوله تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة الآية نافلة زيادة عما سأل قوله تعالى إنهم كانوا قوم سوء فاسقين قوم سوء أهل فساد وقبح قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم الآية يحكمان يقضيان بين خصمين عدت غنم أحدهما على زرع الآخر الحرف الزرع نفشت انتشرت فيه ليلا بلا راع قوله تعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير يسبحن تسبح الجبال معه إذا سبح كما ورد في قوله تعالى يا جبال أوبي معه والطير قوله تعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم الآية صنعة لبوس صناعة الدروع يعملها حلقا متشابكة لتحصنكم لتحميكم بأسكم حربكم قوله تعالى ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها الآية عاصفة شديدة الهبوب قوله تعالى ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك الآية يغوصون له يغوصون في البحار لاستخراج لآله قوله تعالى وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه الآية وذنون وصاحب الحوت وهو يونس عليه السلام أن لن نقدر عليه أن لن نضيق عليه في بطن الحوت ونآخذه قوله تعالى وزكريا إذ نادى ربه ورب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين خير الوارثين خير الباقين وخير من خلفني بخير خير الوارثين خير الباقين وخير من خلفني بخير قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين رغبا ورهبا رجاء في الثواب وخوفا من العقاب خاشعين خاضعين متذللين قوله تعالى والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا واجعلناها وبنها آية للعالمين أحصنت فرجها حفظته من الفواحش فنفخنا نفخ جبريل عليه السلام في جيب قميصها فوصلت النفخة إلى رحمها من روحنا من جهة روحنا وهو جبريل عليه السلام آية علامة على قدرة الله قوله تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة الآية أمتكم أمة واحدة ملتكم ملة واحدة وهي الإسلام قوله تعالى وتقطعوا أمرهم بينهم الآية وتقطعوا أمرهم اختلفوا على رسلهم وتفرقوا قوله تعالى فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون فلا كفران لسعيه فلا جحود لعمله قوله تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون وحرام ممتنع قوله تعالى لا يرجعون أي إلى الدنيا ليستدركوا ما فرطوا فيه قوله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فتحت يأجوج أي سد يأجوج حدب مرتفع من الأرض ينسلون يسرعون قوله تعالى وقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا الآية الوعد الحق يوم القيامة شاخصة مفتوحة لا تكاد تطرف قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون حصب جهنم وقودها وحطبها واردون داخلون قوله تعالى لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون زفير تنفس شديد تنتفخ منه الضلوع يدل على شدة عذابهم يا ذنب الله قوله تعالى لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون اللهم اجعلنا منهم وهم الذين قال الله عنهم قبل هذه الآية إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون ومعنى حسيسها صوت له بها واحتراق الأجساد فيها قوله تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر الآية الفزع الأكبر الهول الأعظم يوم القيامة اللهم يا رب أمنا في يوم الخوف ويوم الفزع الأكبر قوله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب الآية كطي السجل للكتب كما تطوى الصحيفة على ما كتب فيها قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يريثها عبادي الصالحون الزبور الكتب المنزلة على الأنبياء الذكر اللوح المحفوظ قوله تعالى فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء الآية آذنتكم أعلمتكم ما أمرت به على سواء أنا وأنتم مستوون في العلم به قوله تعالى وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين وإن أدري لست أدري لعله فتنة لعل تأخير العذاب الذي استعجلتموه استدراج لكم قوله تعالى قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون احكم بالحق افصل بيننا وبين المكذبين بالقضاء الحق هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر